فيديو النهاردة حيكون عن خمس قضايا أغرب من بعض وأنا متأكد أن آخر قضية أكيد مش هتصدقوها بس قبلها نبدأ كالعادة عندي طلبين ادفوا النور وحطوا السماعات ويلا بيا نبدأ في القصة أول قصة النهاردة حصلت سنة 1878 لراجل باسم هنري زيجلن هنري كان عايش في مدينة هاني جروف في تيكساس وعنده مزرعة ورسها من أهله وهو وأخوه وفي وقتها حبه واحدة اسمها تشارلا وبعد فترة راح عاش معاها مش مفروض العكس؟ مش مهم فشاف أنه مش هيراف يهتم بالمزرعة خلاص وبعد ما تكلم مع أخوه بعله نصيبه منها حلال عليك يا عم أنا حروح أكمل حياتي بقى مع حب عمري بس الحب ده قعد لخمس سنين بس وبدأت تحصل مشاكل وخناءات كتير فهنري قال لها بس 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 أنا حرجع تاني لأخوه ومزرعتي وفعلا هنري رجع وحاول يشتري نصيبه تاني وفي ظل كل الكلام ده بقى شارلا قلبها كان مقصور ومن كتر الوجع اللي كانت فيه أنهت حياتها فلما أخوها جيمز عارف سبب موتها قرر ينتقم من هنري ووقتها كان عارف إنه بيحاول يرجع مزرعته تاني فرح له وقال له هنري ده عشان اللي انت عملته في أختي وضرب عليه رصاصة وهنري وقع تحت شجرة من الشجر اللي في المزرعة فبالتالي جيمز حس إنه خلاص انتقم بس هل بقى بلغ الشرطة أو هرب؟ لا هو أنا حياته بس المشكلة بقى إنه هنري في الواقع ما متش لإن لما جيمز ضرب الرصاصة عليه عورت خده بس من الجنب وكملت لغاية ما دخلت الشجرة فبعد ما عدى شوية وقت هنري قام بعد ما كان عامل نفسه ميت لإن الراجل زي فل كل اللي حصله خدش في خده ولما بص حواليه لقى جيمز ميت قدامه فقال ماشي وراح للشرطة وبلغ عن اللي حصل والدنيا كملت عادي وعايز أقول لكم إن عدى بعدها سنين وكل حاجة رجعت مكانها تاني هنري اشترى نصيبه من المزرعة رجع جنب أخوه وشاف حياته من الآخر لغاية سنة 1903 طب إش معنى؟ إيه الجديد اللي حصل؟ هقول لكم إن في 5 يونيو 1903 هنري كان عايز يشيل شجرة مدايقة موجودة عنده ففي الأول حاول يشيلها بالفاس بس لإن الشجرة قديمة وضخمة فمعرفش فقال خلاص أنا أسأل أخويا وبعد ما اتكلموا قرروا إنهم يحطوا ديناميت ويفجروا الشجرة كلها وفعلا هنري جابت ديناميت ولفوا حولين الشجرة راح مولحهم وبعت بعيد عنها الراجل مش عايز أكيد يحصل له حاجة بس أول ما الديناميت انفجر هنري مات لإن الشجرة دي كانت نفس الشجرة اللي رصاصة جيمز دخلت فيها وبسبب قوة الديناميت الرصاصة طلعت بسرعة جدا ورشأت في راس هنري وطبعا أول ما خدها طب ساكت بصوا أنا لو ما كانك واسمعت القصة دي من حد مش هصدقها بس القصة فعلا حصلت وكمان موثقة ونزلت في أكتر من ميت صحيفة وقتها بس برضو عشان أنا شخص مش بيحب يمشي ورق كلامه خلاص ففي ناس تانية بتقول إن القصة دي مش حقيقية عشان يقال إن مفيش أي ورق رسمي بيثبت إن حد اسمه هنري زيجلند عاش في مدينة هاني جروف بس برضو مفيش حاجة تثبت العكس والصحف اللي نشرت القصة هي الغاية دلوقتي المصدر الوحيد لها بس الصراحة سواء القصة حقيقية ولا لأ فأنا كان لازم أقولها لكم عشان مين يتوقع نرصاصة بقالها عشرين سنة في الآخر توصل للشخص اللي كانت ريحاه في 13 يناير 2014 راجل في فلوريدا باسم تشاد راح مع ميراته نيكول للسينما والخروجة دي ما كانتش خروج عادية لإنهم كانوا لسه مخلفين من قريب فطبعا دوشة البيبي ومفيش نوم كانوا في ضغط رهيب فقرروا يسيبوا الطفل مع البيبي ستر وينزلوا لوحدهم يفكوا شوية بقى وفعلا راحوا السينما جابوا تذاكر لفيلم لون سيرفايفر ودخلوا القاعة بس قبل ما الفيلم يبدأ وقت ما الإعلانات بتكون شغالة طلع تليفونه عشان يكلم المربية ويتطمن على بنته فالراجل اللي قاعد وراه اتدايق وكان معترض انه بيستخدم التليفون في السينما فكلام من هنا على كلام من هنا الموضوع اتحول لخناقة فالراجل ساعتها طلع برة واشتكل الإدارة ولما رجع شاد قال له هو ايه المشكلة الفيلم لسه ما بدأش أصلا بس لتاني مرة كلام اتحول لخناقة فاتشاد خد الفشار من الراجل ورمع عليه طبعا هنا المنطقي ان الراجل مثلا يزوقه يضربه بوكس اي حاجة بس لأ الراجل طلع مسدس وضربه بالنار في صدره والرصاصة كمان جات في ايد مراته فطبعا السينما تقلبت وكله بدأ يجري والاسعاف جات بسرعة عشان تاخد شاد ومراته للمستشفى وللأسف وقت ما كانه بيسعفه نيكول عشان الاصابة شاد توفى في التوارئ بسبب النزيف وطبعا الشرطة أبضت على الراجل اللي كان مستنيهم في قاعة السينما وحاطت المسدس عارقله الراجل ده اسمه كيرتس وقال في التحيئات إنه ظابط متقاعد وإنه وقت الخناء خاف على حياته لأنه بعد ما رمع عليه الفشار حاول يضربه بإيده وبما إنه شاب وهو راجل كبير فكان لازم يستخدم السلاح عشان يدافع عن نفسه طبعا مبرر مش منطقي بس عايزين تعرفوا إيه اللي مش منطقي فعلا؟ فكرة إن المحاكمة فضلت شغالة من 2014 لغاية 2022 وطبعا أول ما المحاكمة بدأت دخلوا كيرتس السجن بس بعديها بست شهور خرج وخلوه تحت الإقامة الإجبارية في بيته والمفروض إن القضية كانت تخلص أصلا في 2015 بس نقدر نقول إن المحاميين لعبوا صح عشان كانوا عايزين يحاولوا الجريمة لقضية دفاع عن النفس وكيرتس فضل يقول إن تشاد هدده وإنه لما رمع عليه الفشار في حاجة تانية تحدفت معاه بس بعد كده تثبت إن الكلام ده مش صحيح عشان لما جابوا شهود من القاعة اللي كانوا قاعدين فيها محدش قال إنه سمع تهديد من شاد أو حتى إيهانة وكمان كاميرات المراقبة أثبتت الكلام ده وطبعا وسط كل الصراع ده نيكول اللي فضلت 8 سنين بتحارب عشان تجيب حق جزها وعملت كل حاجة تقدر عليها الشهود في صفها ورت للناس الإصابة اللي لسه في إيديها بسبب الرصاصة وكمان طلعت اتكلمت في التلفزيون والصحف بس كل ده ما جابش نتيجة وكانت حسى إن كيرتس شايف نفسه فوق القانون وللأسف الحرب انتهت نهاية غير متوقعة عشان في المحاكمة الأخيرة هيئة المحلفين شافت إن كيرتس مش مزنق والمبرر كان إن تشاد هو اللي بدأ الهجوم من الآخر ما فكروش إن الفشار اترد عليه برصاصة أنا مش فاهم إزاي الصراحة يعني بجد إزاي وصلوا للقرار ده وعايزين تعرفوا إيه أكتر حاجة مستفزة كيرتس بعد ما الحكم تصدر قال إنه ندمان بس مش بسبب الجريمة لأ هو ندمان عشان ما دخلش حفلة تانية للفيلم بعد ما قتل الراجل والله القضية دي بتثبت لك إن الاحترام فعلا مش بالسن عشان في ناس كبيرة تستحق الدفن والله في إبريل سنة 1971 جيب ألاء غريب للشرطة من حارس مقابر في مدينة نيرنبرج في ألمانيا وقال إنه لقى جسس برى القبور بتاعتهم وعليهم علامات عد فطبعا الشرطة راحت المقابر عشان تشوف الحوار ده وهناك اكتشفوا إنه مش هجوم حيواني لإن علامات العد كانت لأسنان بشرية وده ما كانش كل اللي بيحصل للجسس لإن الشخص ده كان كمان بيمارس الجنس معاهم والمشكلة إنها ما كانتش حالة واحدة دول طلعوا حوالي 35 حالة ومع إنهم فضلوا حوالي سنة يحققوا في الموضوع للأسف ما وصلوش لأي متهم لغاية ما جت لهم مكالمة في 6 مايو 1972 من واحد كان بيتمشى في الشارع ومرة واحدة لقى عربية مركونة على الطريق وجكلها كان غريب فلما راحوا بص لقى جواها راجل وخطبته مقتلين فطبعا برضو الشرطة راحت وهناك لقوا نفس الحاجات الغريبة نفس علامات العضة على الجسيتين والست جسيتها أخصبت بشكل عنيف وده خلاهم يشكوا إن القاتل هو نفس الشخص اللي بيحفروا الأبور ده حتى طلع عليه اسم مصاص دماء مدينة نيرنبرج من كتر ما الموضوع كان غريب وبعد كام يوم وصل بلاغ تالت للشرطة من واحد شغال في مشرحها اسمه جورش وقال إنه لما دخل يبدأ شغله لقى راجل بيبوز جسة 6 لسه متوفية ولما الراجل شافه وطلع مسدس وحاول يقتله بس جورج هرب منه في آخر لحظة فطبعا الشرطة قعدت معاه وقالوله اشرح لنا شكل الراجل كان عامل إزاي وفعلا في عشر مايو من نفس السنة الشرطة عارفت تقبض عليه في الشغل والراجل ده كان اسمه كونو كوفمان بس الغريب إنه كونو ما كانش الشخص اللي توقعوا إنهم حيمسكوه لإنه كان أب كم وقصمه يعني ولا بيسمع ولا بيتكلم وشغال عامل في مصنع ولم حققوا معاه اعترف على طول بكل حاجة وقال إنه الشخص اللي بيدوروا عليه بقالهم فترة وعرفوا منه تاريخه وإيه اللي خلاه يوصل لكده كونو قال إنه متولدش أب كمقصمة هو حصله كده بسبب أبوه اللي كان بيدربه بشكل عنيف وحكى إنه في مرة علقه وهو صغير واستخدمه ككيس ملاكمة فالراجل طفولته كلها كانت مليانة بذكريات بشعة وبسبب إنه كان برضو فقير فاتجه للإجرام وبقى بيسرق عشان يعيش وعايز أقول لكم إن الشرطة قبضت عليه زمان أصلاً وتسجن حوالي تسع سنين ولما أخيراً خرج من السجن كان عايز يغير نفسه تماماً ويبقى بني آدم أحسن بس بدل ما ينزل ويتكلم ويتعرف زي أي بني آدم طبيعي اتجه للسحر وعبادة الشيطان وبدأ يقرأ كتير عنهم ومع الوقت الإراية اتحولت لفعل وبقى ينفس تقوص معينة عشان الناس تحبه وتقرب منه والتقوص كانت عبارة عن إيه كان بيروح يجيب جورنان ويقرأ صفحة الوفيات عشان يشوف مين لسه ميت وبعد ما الشخص ده بيدفن بيروح المقابر ويطلع الجسة ويشرب دمها او الله كان بيشرب دمها ومن الآخر كان شايف ان ده حيخليه يعمل اتفاق مع الشيطان عشان يحقق كل حاجة هو نفسه فيها بس لما الشيطان منفس رغباته طبعا قال اكيد انا بعمل حاجة غلط وعشان كده قتل الراجل وخطبته وشاف ان الشيطان بقى المفروض حيهديه واحدة يحبها وتحبه لانه يعيني حاسس انه وحيد في الدنيا وطبعا الشرطة والشخص اللي بيترجم لغة الإشارة كانوا مصدومين كل ده يطلع من كونو كونو اما لو كان اسمه جون كان حامل ايه وفي الآخر طبعا اتحكم عليه بالإعدام بس تعرفوا ايه كان آخر طلب ليه طلب انه يشرب دم بنت عزراء كل ده واسمه كونو لا حول قوة إلا بالله العضية الجاية حصلت في أمريكا وبدأت لما جيه بلاغ للشرطة في فبراير 2022 من راجل اسمه تشارلز بيقول فيه بكل سهولة أنا قتلت حبيبتي وده عنواني عايز كوتيجو فالشرطة راحت وفعلا شاف وسد نايمة على وشها ومطعونة في رقابتها وشكلها متشوه جدا والغريب ان جنب جثتها كان فيه سكاكين مترصصة فواضح انه نضف مصرح الجريمة شوية واستحمى قبل ما الشرطة تيجي لانه ما كانش عليه بقع الدم واحدة فطبعا قبضوا عليه وفي التحيقات سألوه ايه اللي حصل عشان تطعنها بالمنظر ده فحكى انهم كانوا في المطبخ بيطبخوا سوا فساعتها حبيبته علقت على تقطيعه للبصل وقالت له انه بيقطعوا بشكل غلط فالموضوع اتحول لإخناقه وقال انها هجمته بالسكينة فدافع عن نفسه وماتت في ايده طب لو كده فعلا ليه الست والشام تشوه وليه فيه سكاكين محطوطة جنبها بالشكل ده المحاققين كانوا حاسين انه قتلها وبيحاول يبين الموضوع عكس كده لانهم حتى لما عينه مصرح الجريمة ما لقوش اي بصل متقطع اصلا كل اللي كان موجود اشر بصل في الزبالة بس فحتى الحاجة اللي بيقول انها سبب الجريمة مش موجودة اصلا واخر حاجة عرفها عن القضية دي انه لسه محبوس في السجن ومعتقدش الصراحة انه هيخرج في اي وقت قريب يعني على اقل كنت تحترم سنك الكبير يا اخي اسم القصة غريب صح؟ هتفهمه دلوقتي لان القصة دي في الهند وعن واحد اسمه ساتشيس ساتشيس كان عنده ديك وبيحبه قوي لانه كان بيكسب فلوس من وراءه وكان يعتبر مصدر رزقه الوحيد ازاي بقى؟ عشان الاستاذ كان بياخدوا مصرع الديوك غير قانونية في المعابد اللي موجودة هناك ايوة زي ما سمعتو كل واحد بيجيب الديك اللي مربيه وبعد ما يخلوا الناس تراهن على الديك اللي هيكسب بيسيبوهم يتخنقوا وطبعا الديوك دي بتكون اصلا مت ربية عشان تتخانق حاجة كده زي روكي بس للديوك وفي يوم 23 فبراير 2024 حصلت حادثة غريبة غريبة جدا يومها ساتشيز ربط شفرة حدة في رجل الديك بتاعه عشان لما يحارب باقي الديوك يضمن انه يكسب بس لما نزله على ساحة المعركة الديك قلق ورجع له جاري ولما طلع عليه عوره في رجله بسبب الشفرة بالتحديد ناحية فغده وقطع له شريان رئيسي فالراجل ساعتها كان بيغرق في دمه والناس تلمت وجيروا بيه على المستشفى بس قبل ما يوصلوا بيه حتى الراجل توفى وتفتكروا ايه اللي حصل في الاخر حاسبكوا سوائن تفكروا خد وقتك فكرتوا الشرطة قبضت عديك او الله وقعد في السجن لمدة يوم بس بعد كده نقلول حظيرة فراخ مع ناس طيبة عشان الديك يعيش باقي حياته في ظروف مناسبة بعيد عن المعارك والحياة الوحشية اللي كان عايشها حاجة قمة الهند يعني وفي نفس اليوم الشرطة قبضت على خمستاشر شخص من الناس اللي شاركت في مصرعة الديوك دي لانها زي ما قلت غير قانونية وفي الواقع واحدة من التهم اللي هتكون عليهم المشاركة في جريمة قتل وخدوك كبيرة بقى الديك اللي انتو شفتوه ده هيكون واحد من قدلة الادعاء العام في المحكمة يعني قصة غريبة قصة غريبة جدا بس انا عايز اعرف رأيكم ايه اكتر قصة من دول كانت الاغرب بالنسبة لكم مستنى اسمع رأيكم في الكومنتات وتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة